يبقى اتحاد الكورة وهو بيطلع بيان الاعتذار ما يقولش فيه احنا عملنا اللي علينا واحنا وفرنا كل سبل الراحة والمساعدة والمشعارف ايه والبتنجان والحاجات الكتيرة ديت تمام؟ وانا بريء والمشكلة عند المدير الفني واللعبين يا سلام لا مشكلتك طبعا مشكلتك اولا اصلا يعني ده واحد اثنين غروب فيتوريا يا جماعة لما جيه منتخب مصر هل حد فينا اعترض معلش يعني انا بحب ارجع الورا شوي هل حد فينا قال ده مدرب فشل هل حد فينا قال ده مدرب مش هينفع ركز معي بقى في الجملة دي مش هينفع منتخب مصر شوانه ما ضربش منتخب قبل كده ومش هينجح مع المنتخب لا مقلناش كده بالعكس احنا قلنا حاجة تانية خالص قلنا الكورة هي كورة يعني اشتفرق فريم المنتخب بس احنا كمان كلامنا بتغير الحسب النتائج اه بصراحة مجلبش عليك يعني انا مصدوب في فيتوريا ومش واصق في لي المستقبل شخصيا يعني يعني مش واصق حتى انه احنا ممكن نوصل كأس العالم معا وعايزه يمشي او عايزه يمشي اه بجيبلك من الاخر بس احنا ليه اصلا يعني احنا معطرطناش في الاول عشان هو سي بي محترم عشان هو مدرب برتغالي عشان هو اسم كبير في كورة القطم العربية والافريقية والعالمية اسم احنا معطرطناش اختار روي فيتوريا في الاصل ما كانش غلط بس هل احنا ساعدنا روي فيتوريا صح هتديك مثال هل احنا خلينا روي فيتوريا اللي كان جاي بالمناسبة انا والله العزي اشوف انا قلتها كان عايز روي فيتوريا يمشي بس روي فيتوريا ده مسلا مدرب في كل الفرق اللي اشتغل فيها كان بيعتمد على عدد كبير من لعبين الشباب هو ده فكره هو ده توجهه انه يبقى عنده لعبين كبير كتير الشباب بس هو فين الشباب اللي عندنا معليش والله فين الشباب اللي عندنا معندنا الشباب هم عمين نقول له نزل بمعضل الاعمار طيب ميش مين لعيبة صغيرة يا خود ده حتى احمد نبيل كوكل اللي خده لما صدق لها لعيب صغير منور شوية في الدوري لعيب مطشين بس مع الاهل ينور قال له تعالى ما عندناش لعيبة شباب كويسين ما عندنا مشكلة في الأجيال اللي تحت هدي مش واضحة بالنسبة لحضراتكم ما هي واضحة في منتخبات الشباب والمنتخبات الناشئين والحالة صعبة بس اصلا ما نزلش بمعضل الاعمار اه هينزل بيها ازاي حط انت لعيب لمنتخب مصر قولي الاسماء للشباب الصغيرة اللي انت عايزها لمنتخب مصر اقول لك اسماء نورت شوية وبعد كده ما بقيتش باينة انا بحاول اتذكر مسلا يعني حسام عبد المجيد الزمالك ايه رأيك فيه كان طالع كويس جدا فاكرين ودخل مرة المنتخب كده وبعد كده ما دخلش تاني عشان مستوى قال لي جدا حسام عبد المجيد مسلا محمود صابر دخل وكتق الله مع المنتخب اللي هو بيهب اختفى هب اختفى باش شلعب حتى مع فرقيته المعارضية زد صح حسين فيصل راح فين حسين فيصل اختفى مرون دهود عد بقى بص اما يمكن اقولك اسماء الشباب كان فيها كان فيها الامل احمد ياسيق يعني فيها الامل وهم اختفت طب انا عمليه ما ما عنديش خيال الشباب بتقدر تحافظ على المستوى ولا بتشارك مع فرقيته ولا بتعدي ولا 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 منظومة فيها مشاكل كبيرة وضخمة فقبل ما هنلوم فيتوريا ويستحق اللوم يعني قبل ما اللومه لازم الاول نشوف الاصل ايه الاصل كارثي عندنا كوارث في كرة القدم المصرية والله كوارث هنبدأ نلف اللفة اللي بتضحك علينا بيها كل شوية دي هنتوه ماشي مدرق هات مدرق شيل اجنابي هات مصري شيل اجنابي هات مصري شيل مصري هات اجنابي نوعه نلف الدائرة يعني اتحاد كورة بصراحة مشكلتي معاه انه حتى مش قادر يمسك المشكلة هو مش عارف مش مش عايز او بيتهرم منها هو مش عارف يمسك المشكلة اصلا هو مش عارف المشكلة فين ودي المصيبة انه لو عارف المشكلة فين ربما يحلها بس هو كمان مش عارف المشكلة ايه هي عشان نشوف لها حلول وبساطة يعني شكرا